من أحكام الصيام سين كيف يكون إحياء ليلة القدر؟ بالصلاة أم بقراءة القرآن أم بالدعاء؟ وهل يمكن تخصيص ليلة بعينها والاجتهاد فيها على أنها ليلة القدر؟ جيم حث النبي صلى الله عليه وسلم على قيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وهذا الحديث يدل على مشروعية إحيائها بالقيام ومن أفضل الأدعية التي تقال في ليلة القدر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فقد روى الترمذي وصححه عن عائشة رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعفو عني وأما تخصيص ليلة من رمضان على أنها ليلة القدر فهذا يحتاج إلى دليل يعينها دون غيرها ولكن أوتار العشر الأواخر أحرى من غيرها والليلة السابعة والعشرون هي أحرى الليالي بليلة القدر لما جاء في ذلك من الأحاديث الدالة على ذلك؟ والله أعلم ترجمة نانسي قنقر